اشتركوا في القناة نظم لعبو الفتح صفوفهم وشكلوا خطرا على مرمى المسيلين وفي اخطر فرص الشوط كاد علي الزقعان ان يضع الفتح في المقدمة لكن تسديدته القوية منعتها العارضة مالت الكفة للفتحويين وكثفوا حضورهم في مناطق الخاصة وفي الوقت بدل الضاع سفيان بن دبكة ينجح في هزي شباك الاهلي برأسية بعد ركلة ركنية نفذها غوستافو لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف بهدف دون رأس في الشوط الثاني دخل لاعبو الاهلي بحثا عن تعدل النتيجة وهددوا مرمى الفتح في اكثر من مناسبة قابلهم دفاع محكم وحارس متيقم عمر السومة يتحصل على كرة داخل المنطقة ويسدد تصل لاحضان حبيب الوطيان وفي ظل اندفاع لاعبي الاهلي كاد علي الزقعان يضاعف النتيجة لكن ياسر المسلم يتألق وينقذ الموقف سيطر لاعبو الاهلي على مجريات المباراة عمر السومة يسدد كرة بشكل جميل من خطأ على حدود المنطقة لكن براعة حبيب الوطيان يتصدى لها ببراعة لم تنجح محاولات الاهلي العديدة في هز شباك الفتح فيما تبقى من وقت حتى علن الحكم نهاية اللقاء بانتصار الفتح بهدف دون مقابل يرفع الفتح رصيده إلى خمس عشرة نقطة بينما توقف رصيد الاهلي عند ثلاثين وثلاثين نقطة